نذيح هذا الخبر العاجل الذي قالت فيه الخارجية السودانية في أحدث مصادر عنها عن تطورات الأوضاع في سودان إن ميليشيا دعم السريع تواصل سلوكها غير المسؤول بانتهاك الهدنة والتمرد على الدولة كما أكدت الخارجية السودانية أن الميليشيا قامت بهجوم مباغة على مناطق عدة منها منطقة بحر العسكرية قبل أن تتصدى لها القوات المسلحة وإن الميليشيا تعرضت لمقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بالسرقة والنهب واتخذت المستشفيات والمراكز الصحية مقرات عسكرية كذلك دعت المجتمع الدولي ومنظمة إيجاد لإدانة سلوك المتمردين وانتهاكاتهم وجرائمهم المستمرة ضد الدولة والمواطنين والبعثات الدبلوماسية ودعت إلى تصنيف ميليشيا دعم السريع منظمة إرهابية وإلى تطبيق إجراءات المساءلة القانونية والعدلية عليها إذن كان هذا مشاهدين الكرام البيان من الخارجية السودانية